سجلت الولايات المتحدة الأمريكية في ولاية كولورادو أول إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المكتشفة في بريطانيا وأوضح حاكم الولايات الأمريكية أن الشخص المصاب هو شاب في العشرينيات من عمره وليس له تاريخ من السفر خارج البلاد وهو يخضع حاليا للعزل الصحي كما أعلنت شيلي عن اكتشاف أول إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا لدى أحد ركاب طائرة تشيلية وصل يوم الثاني والعشرين من ديسمبر